السلام عليكم أسعد الله وقاتكم كل خير ما هو أشد يوم مر على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هو يوم فقد أحد أبنائه؟ أو عمه أبو طالب؟ أو زوجة خديجة رضي الله عنها؟ أو يوم أحد لما قتل سبعين من الصحابة؟ وشج رأس النبي عليه الصلاة والسلام وكست رباعيته؟ أي الأيام أشد؟ قالت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال فقال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب قطع النبي عليه الصلاة والسلام مسافة طويلة لا يشعر بنفسه ضاق صدره بسبب تكذيب الناس كان أشد يوم على النبي عليه الصلاة والسلام لما كذب الناس القرآن وأعرض القوم عن عبادة الرحمن فما أعظمه وما أرحمه من إنسان وصف الله شعور نبيه فقال قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون من تأمل القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وجد ضيقة صدر جلية في الأنبياء والصالحين ولكن متى تضيق صدورهم؟ لا تضيق صدورهم بسبب فقد شيء من أمور الدنيا ولكن تضيق صدورهم إذا انتهكت محارم الله ضاق صدر إبراهيم عليه السلام وهو فتى صغير لأنه رأى أباه وقومه على الشرك وضاق صدر موسى وغضب لما عبد قومه العجل ونحن أيها الأحبة هل تضيق صدورنا وتحزن قلوبنا إذا رأينا ما يخالف شريعة ربنا وخالقنا هل يضيق صدرك مما تراه من أحوال المسلمين أينما اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه هل يضيق صدرك وأنت ترى الجهلاء يلبسون لباس فقهاء وأصبح كثير من شرار الإعلام يتسابقون على استضافة الماجنون وأصبح تميع إحكام الدين من فقه التيسير على المسلمين هل يضيق صدرك عندما ترى التغيير الواضح الذي أصاب الكثير من نساء المسلمين فأين العباة السوداء الواسعة وأين غطاء الوجوه الخاشعة وأين ما ورد في سورة الأحزاب وسورة النور أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها فإذا ضاق صدرك بما تراه مما يخالف شريعة الله تعالى فهي ضيقة صدر مشروعة وعند الله لها قدر كبير طيب ما هو علاج ضيقة الصدر الذي سببه ما يقال وما يفعل مما يخالف الإسلام الجواب في قوله تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين التسبيح ينشرح به الصدر وهو سبب للنجاة من المخاطر والفتن فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه فالصلاة فيها الطمأنينة والأمان وفيها ذهاب الهموم والأحزان يقول عليه الصلاة والسلام يا بلال أقيم الصلاة أرحنا بها فإذا كانت الصلاة نجاه للعبد في يوم الخوف الشديد فهي بالتأكيد نجاه للعبد من الفتن والمخاطر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يقول الكندي ستمر بك أيام عجاف القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر سيحزنك الواقع وتؤلمك المناظر تلك المشاعر عظيمة عند الله ودليل خير وقر في قلبك لا تنحرها بسكين انتكاسة لا يغرنك في طريق الحق قلة السالكين ولا يغرنك في طريق الباطل كثرة الهالكين أنت الجماعة ولو كنت وحدك كن غريبا فطوبا للغرباء تسير شريعة السماء غير آبهة بأسماء المتخاذلين تسقط أسماء وتعلوا أسماء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم ترجمة نانسي قنقر